قبل ما نبدو هاد درس دي اليوم بايت نشير غير الواحد الـ الـ كنتو صيفتو هالي في ما عرفش كل ما صيفتو لي في الـ الـ Group ديال المناقشة وشوفت فيه شي اخطاء اللي ديجا شرت ليها وتيب لي انو الشخص اللي ارسلي هذاك الـ الـ منتبهش لوحد الامور مهمة جدا اوك هاد شي اللي غادين نسبق به هو الاولى هاد ديك ساعت غادين دجول الدرس ديال اليوم هاد الدرس كيتعلق بـ The Passive Voice يعني المبني للمجهول The Passive Voice اللي ديجا شفنا هاد درس في الواحدة رقم خمسة يعني الدرس ديال القواعد اللعب الواحدة رقم خمسة بالنسبة لهاد الدرس ديال Passive Voice انا كنت ديجا شرحت لكم انه باش تضبطوا بـ Passive Voice مزيان خاصكم تضبطوا جوج ديال الحواج اساسية اللي كنتسميتهم Important things يعني اشياء مهمة يعني اللي خاصك تعرف يعني اللي خاصك تعرف You should know عشنا هما هاد كان نجوج ديال الاشياء اللي خاصكم تعرفوا باش تضبطوا الدرس ديال Passive Voice مزيان الحاجة اللولة اللي هي يعني في الكون يعني في جميع الازمينة الحاجة التانية هو The Past Participle Participle of Verbs يعني Past Participle او الصغة ديال اسم مفعول لمجموعات الافعال في اللغة الانجليزية اللي فيها كتنقسم الجوج ديال الحواج غادي نعطيكم غير كفكرة باش تفدوا هاد الخطأ اللي دار هاد الاخو اللي هاد الاخوة اللي مصرفت لي هاد الالكزيرسيس اذا بالنسبة ل Verb To Be غادي نعطيكم غير امثلة مثلا Present يعني في زمن ديال الخاضر Past زمن ديال الماضي Future زمن ديال المستقبل وغادي نزيد واحد زمن اخر غير كاضافة نفس القاعدة كنتيطبق على جميع الأزمين Continuous مثلا هنا اغنقض على verb To Be اعطيتكم دائما في singular أو plural يعني في المفرد أو في الجامع في المفرد تنقلوا Is في الجامع تنقلوا Are في المفرد تنقلوا Was وفي الجامع تنقلوا Were وبنسبة Future سوف نقوله will be سواء نضع الى المفرد او الجامع سوف نقوله will be بالنسبة الى present continuous هو is being او are being يعني الاحسب plural او singular يعني ما نضع الى المفرد او الجامع اذا هم الحويج اللي كنت هدرت عليهم في passive voice بالنسبة اللي ما زال ما راجعش هالدرس را ممكن ترجعوا لإعمال live يعني في المنصة اللي بغيتو ثم كان شرح واضح جدا لكل شي غير بانو لي شي اخطاء اللي هي ما اخذتكم شدرهم وبغيت نشير لها هنا هذا بالنسبة ال verb to be يعني هنا كنهضر الى verb to be اللي هو فعل الكون هذه الحاجة اللولى هنا شفت كما شفته ذكرت غير present past future و present continuous ولكن را نفس الحاجة كنت تبقى للازمينة كاملين ثم past participle يعني جوج ديال الحويج كما قلت past participle past participle هو صغة ديال اسم مفعول past participle هاد past participle ديال الافعال كانين جوج ديال الافعال في اللغة الانجليزية كانين simple verbs وكانين irregular verbs بالنسبة ال simple verbs راه القاعدة ديالهم راه بسيطة جدا دائما مهم غد نكتبهم هنا يا simple verbs ونعطيكم واحد جوج ديال الامثلة ولا ثلاثة وهنايا غد نعطي irregular verbs بالنسبة ال simple verbs هي افعال اللي هي عادية مثلا فعل cook وفعل مثلا play وفعل مثلا revise هادو امثلة وهنايا غد نعطي بنسبة الافعال اللي هي irregular مثلا بحل فعل eat وفعل write وفعل مثلا make هادو irregular verbs احنايا شنو كنحتاجو كنحتاجو past participle احنا كنعطيكم في الجدول كنعطيكم ثلاثة ديال السياغ كنعطيكم السياغ ديال الماضي بنسبة ال simple verbs بصراح كنضيفو لهم كلهم غير ed في اخر الكلمة كما تشوفو هنا cook cooked كتنطق cooked ed بنسبة ال play played وبنسبة ال revise هو revised ونفس الشيء بنسبة ال past participle يعني هادو افعال بسيطة جدا ولا افعال عادية يعني في simple past و past participle راح الفعل كيبقى بحال نفس كنزيدو لغير ed بنسبة ال هاد الافعال في simple past eat هو eight write هو wrote و make هو made أما بنسبة ال past participle اللي هو كنحتاجه في passive voice هو بنسبة ال eat هو eaten write written double t وهنا يا made made اذا بنسبة ال passive voice راح كنحتاجو verb to be وكنحتاجو غير الخانة رقم ثلاثة يعني past participle ديال الفعل يعني احتاجو غير هاد الخانة رقم ثلاثة اما الخانة رقم جوج هي غير صيغة ديال الزمن دلماضي بنسبة الامثلة فنعطيكم هنا واحد الامثلة اللي اخطاء اللي ادارو ولا امثلة ديال التمارين اذا بنسبة ال examples احنا كنكونو كنعطيكم واحد الجملة مثلا وتيكون فيها واحد الفيعل في واحد الزمن اعطيكم مثال ديال الجملة مثلا جملة رقم واحد وغنستعمل فيها هاد الفيعل cook مثلا my mom ولا my mother cooks تعدو breakfast everyday هادي الجملة الاولى بنسبة الجملة رقم جوج غادي نستعمل فيها play children play football ولا played football yesterday يعني التلاميذ لعبوا كرة القدم البارحة بنسبة الجملة الثلاثة غادي نستعمل فيها هاد الفيعل irregular verb مثلا students will eat dinner at school التلاميذ سوف يتناولون وجبة العشاء في المدرسة واخيرا غادي نستعمل هاد فيعل make اذا students وغادي نستعملوا في present continuous are making many mistakes يعني student تلاميذ يرتكبون الكثير من الاخطاء اذا بالنسبة ال passive voice اهم حاجة خاصة نلاحظة اولا هو هاد الفيعل الرئيسي مثلا هنا يا cook هنا played كان في simple past هنا will eat كان في simple future وهنا يا are making رأي كان في present continuous اذا بالنسبة القاعدة العامة ديال passive voice احنا دائما في التمارين رأي نعطيكم الكلمة الاولى اللي هي المفعول به breakfast اذا هنا غادي نعطيكم الكلمة ديال المفعول به اللي هي football وحتى هنا غادي نعطيكم الكلمة ديال يعني الكلمة اللي كتجي دائما وراء الفيعل مباشرة هو المفعول به dinner وهنا غادي نعطيكم many mistakes ودائما المفعول به رأتي يكون على شكل اسم many mistakes وكنخليوليكم الفراغ باش تكملوا انتوما الجملة يعني ها الطريقة كي تعطيوا التمارين في الامتحانات سواء الامتحانات الوطنية ولا الامتحانات اللي كان نعطيكم احنا داخل القسم اذا هنا كما كما قلت غادي نبدأ غير بهاد اسميتو قبل ما ندزل الدرس اللي عندنا اليوم اذا مثلا هنا شنو غادي ندير تلميذ اول حاجة خاصو يشوف هو هاد الفيعل كما قلت غادي يعرف ان هاد الفيعل كان في simple present هاد الشيء راه ديجاش راح تشوف الدرس ديال passive voice اذا هنا خاصو يدير في simple present اذا هو is ثم كيجي بعد منه الفيعل الرئيسي ولكن كيكون في past participle اذا past participle ديال فيعل cook هو cooked بهاد طريقة كما ديجا قلت لكم راه التلميذ ممكن يوقف غير هنا يا ولكن الاجابة ديالو غا تكون صحيحة ولكن إلا بغا يزيد مثلا breakfast is cooked every day by my mother راه ممكن يقول مثلا by my mother يعني من طرفي امي هاد الجملة حتى هي صحيحة ولكن تلميذي لو قف لنا غير هنا مثلا راه هاد الاجابة ديالو صحيحة علاش قلت لكم ممكن يوقف غير هنا وتكون الاجابة ديالو صحيحة باش مثلا ما تكونش لجملة طويلة ويكتب تلميذ شي اشياء اللي احنا ما غادش نحتاجه لها ويزيد غير يرتكب اخطاء وهاتشي بالضبط اللي وقع في هادك الexercice اللي تصفت ليه هانا غاد نبينو مازالو غاد نوريكم الاخطاء اذا هانا هانا بنسبل children played هاد الفعل played كان في الباس يعني past simple اذا هناش نو خاص ندير خاص ندير verb to be في simple past اللي هو was كما قلنا راه هو هانا was ولا where هلاش مادرناش where لان فوتبول هانا هو غير singular يعني في المفرد ثم الفعل هو play past participle ديالو هو played وممكن نقف غير هنا والاجابة ديالي عاد تكون صحيحة هانا هاد نسبل دينور غاد نشوف هاد الفعل will eat راه كان في simple future اذا يعني في المستقبل البسيط هنا غاد ندير verb to be في المستقبل البسيط اللي هو will be كما تشوفو هنا will be ثم الفعل الرئيسي اللي هو eat غاد يكون في past participle اللي كتلاحظوا هنا eaten اذا غاد ندير will be eaten بالنسبة لهنا يا كان الفعل are making في verb to be هادا هذا present continuous هنا غاد ندير verb to be في present continuous يا اما is being غاد يلاحظ هاد الكلمة هاد واش في المفرد ولا في الجامعة هنا كيبلي ان هاد الكلمة مني مستيكس راكينا في صغة الجامعة اذا احنا ندير are being ثم الفعل make في past participle هو made اذا غاد نكتب are being made وهكذا غاد نكون جاوبة بطريقة صحيحة على التمارين اللي هي خاصة ب passive voice او المبني المجهول في اللغة الانجليزية هادك الشيء اللي اشكت لكم مني خدمنا هاد اللي زيك زيك تس هادو انه الى ما كنتيش عارف تكتب الجملة كلها را اعمل احصل انك تكتب غير verb to be كيما كتبت هنا يا والفعل الرئيسي في past participle بس ما تزيدش ترتكب اخطاء اخرى في الكتابة كيما تطلحد هنا كيما شنو قلت الحوايج اللي غادي تحتاج two things يعني جوش ديال الاشياء يعني اولا verb to be في جميع الازمينة را عندكم دجا في الورقة وغادي تحتاج past participle ديال الافعال بالنسبة الافعال العادية راه ال past participle تكون دائما ed بالنسبة ال irregular verbs راه هما اللي كينين في هذه الورقة اللي هي خاصة ب irregular verbs راه كينة في الموقع وكينة في ال group facebook anyways دابا غادي نشوفوا الاخطاء اللي اللي عندها علاقة بهذا الشي في هذه الورقة اللي قلت لكم وصلتني في فيسبوك ماشي فيسبوك على ايين في الواتساب مجموعة المناقشة في الواتساب وفيها هاد الاخطاء هادو اذا هذي هي الورقة انا غادي نبين هنا هذي هي الورقة تمنى انها تكون تتبلكم هذي هي الورقة تمنى انها تكون تتبلكم هنا ممكن باي ذي هاد هاد الشي باش لانه بعض المرات هاد الشي كله غير خطأ يعني هادو اخطأ يعني ممكن تلميدي لما قدرش يكمل يوقف غير هنا هدا His money mony have been stolen وخامني في الحقيقة له ماشي stolen لان هذا IRREGULAR Vرب اذا stulan اصلا هو ال Past Participant هنا سنضغر has been stolen لأن money هو singular إذن money has been stolen هنا they will set up a new factory شوفوا الإجابة إذن factory or a new factory will be set up by a new هذا الجملة أرى هي صحيحة 100% ولكن هذه الإضافة هي التي خسرت الجملة تماما ليس buy a new من طرف لأن هذه الجملة خاصة تكون a new factory نقولوا buy the subject يعني من طرف الفاعل ليس من طرف المفعول به من طرف الفاعل كما تلاحظوا هنا قلت buy my mother فينا هي my mother my mother هي subject وهو الفاعل buy my mother كما ترى هنا لكي لا ترتكبوا هذا الخطأ كتبوا أصلا إحنا المفعول به راد جا تنطوكم المفعول به في الامتحان يعني أنتوما غادي تزيدوا غير verb to be والفعل الرئيسي في past participle غادي نشوف شيء مثال من امتحان وطني اللي دات قبل غير باش نصرح لكم هاد الفكرة أكتر نشوف شيء امتحان وطني اللي فيها passive voice هو جميع الامتحانات الوطنية راه فيهم passive voice ثقاف أمتحان جميع مثلاً قاعدين نشوفوا هاتي الجنبلة هاتي هيا من المتحن وطني وفيها هاد هاد الاسم راح هو اللي كين هنايا اذا اذن they cancelled the party because of the rain هنايا الفعل هو cancelled وهنايا بعد الفعل دائما راح يجي المفعول به كما تطلاحظوا the party وهنايا راح سبقنا لكم احنا بthe party يعني هنايا التلميذ شنو غادي يدير غادي يشوف هاد الفعل وغادي يشوف الزمن اللي في هاد الفعل بالنسبة لهاد الفعل راح كين في الزمن ديال الماضي اذا هنا خصو يدير verb to be في الزمن ديال الماضي اللي هو was ثم الفعل الرئيسي راح هو cancelled غادي يدير past participle هذا كرافية العادة جداً اذا اصلاً فيه ed اذا غادي يزيد ed بهالطريقة was cancelled هنا يمزين ان التلميذ يوقف غير هنا الى كان يعني ما عرفش اكتر لانه هاد الاجابة صحيحة ولكن اشنا هي الاجابة اللي ما صحيحاش هو مثلاً ادير مثلاً تلميذ by يعني من طرفي ويكتب لنا because of the rain مثلاً because of the rain هذا هو الخربيق يعني هاد الجبلاء مصحيحاش وخاهد الصحاح يعني غادي يبلين ان التلميذ هنا يرى غير كخربق يعني ما عارفش بالضبط الاجابة يعني غير قمروش جافيها صحيحة يعني من الاحسن انك ما ترتكرش خط الخطأ وتدير غير the party was cancelled هنا يعني ما يمكنش ندير buy because of the rain نهائياً خاصة ندير نقول مثلاً buy they ولا buy them ونكتب نكمل because of the rain ولا نكتب was cancelled بلا ما ندير قاع buy ونكتب because of the rain يعني ولغيت بسببي الامطار because of the rain بهالطريقة ولكن الى التلميذ مباشي يكتب هاد شي رايكتب غير was cancelled والاجابة ديالو نتكون صحيحة نتمنى تكون هاد الشي اللي كتبت اللي وضحت هنا يا نتمنى يكون هاد الشي واضح الى كان واضح هكتبوا لي انه واضح هاد الفكرة اللي بريت نوصل من هاد الانترودكسيون أوكي أوكي اللي هيا كينا ف Past Continuous إذن Cartoons هنا ما غديش ندير was لأنه كينا Cartoons ف Plural إذن خاصة ندير were Cartoons were being ماشي watching أشنو قلنا من بعد verb to be خاصة يكون الفعل الرئيسي ف Past Participle بالنسبة لفعل watch خاصة ياخد غير ed هنا مزيان أنني نقف غير هنا واخذ الجملة رح صحيحة by the little boy رح صحيحة وكن باش مرتاكبش هاد الخطأ ندير غير هاد جوجد الحواج اللي شرط لهم هنا فقط يعني بلا ما حتىش غير نكتب هاد الشي كله إذن the guard released the prisoners the prisoner was released by the guard هاد الجملة صحيحة 100% لكن مقالش صحيحة لأنه أصلاً كان هنا ya released يعني هادا كان فلوب باسي إذن تلمي داش ندار هنا يدار was يعني دار verb to be فلوب باسي ثم الفعل الرئيسي ف Past Participle they will not play music tonight they will not play music tonight اشن هو الخطأ اللي دارها التلميذ هذا كتب tonight tonight كتعني هذه الليلة لأنه شنو تيخصني نفهمه أساساً تيخصني نفهم أن هاد ذاي راه هو Subject يعني هادا هو الفاعل هادا هو اللي كيتسمى بالإنجليزية Subject give me a second هادا هو اللي كيتسمى Subject يعني الفاعل ثم هنا يا كاين هاد will not play هادا كله راه فعل ولكن كاين في simple future وكاين في negative form لأنه فيه نوط يعني في الصغة ديال النفي إذن هنا يا هذا هو الفعل verb هذا هو verb بالإنجليزية كنقوله verb ولا الفاعل الفعل ثم من بعد الفعل مباشرة يعني من بعد الفعل مباشرة راهل هادا كل اسم لأنه tonight راه ماشي اسم هو Adverb يعني هو حال هذه الليلة ولكن هاد الاسم هو Object اللي هو مفعول به إذن احنا يعني لأنه ربما هاد تمرين خرب بقى هاد تلميذ اللي وصفت له هاد الشي لأنه أصلا هاد تمرين خاصوية تعطى التلميذ نبدأولي احنا بهذا الـ Object يعني لأنه ضروري احنا خاصنا نبدأول تلميذ بـ Object باش يكمل الجملة كما لاحظته فاذاك الامتحان الوطني اللي يلا شرط ليهدابه إذن اشنو قلنا كيحتاج التلميذ هنا يا جوج ديال الأشياء فقط يعني باش ما يغلطش مزيان يعني باش مرتكبش خطأ يعني غادي يحتاج واحد الحاجة هنا وغادي يحتاج واحد الحاجة هنا وفقط يعني هادو هما الحواج اللي غادي يحتاج التلميذ إذن هادي غادي يشوف هاد الفعل will play هو في العقرة will play لأن هاد not هي فقط نيجاتيب فورم إذن هنا خاصة يدير verb to be simple future اللي هو will be ولكن هنا بما أنه كان نيجاتيب فورم غادي يدير will not be يعني هاد هي الحاجة الأولى اللي غادي يحتاج التلميذ ثم غادي يحتاج الفعل الرئيسي ولكن في past participle إذن غادي يقول will not be played ماشي غادي يبدأ ب tonight لأن tonight هذه غير معلومات إضافية ما غاديش نحتاج لها يعني ممكن تكون الجملة أطول من هذا ممكن تكون الجملة أطول من هذا ولكن هذا كل ما تهمنا شحنا تهمنا غير الفعل المفعول به في passive voice هاده هما الحواجة التي تهمونا ثم الجملة الأخيرة إذن هاد الجملة هي اللي صححت هنا هاد الجملة الخطئة إذن they believe that he makes nice dishes إذن nice dishes هنا بما أنه كان dishes في البلورال إذن هنا غادي ندير are يعني في البلورال حتى فرابت بي خاصه يكون في البلورال ثم الفعل make هشنا هو past participle ديجا صرت لي هنا هو made ماشي are makes إذن هنا غادي نقول dishes are made وهنا ممكن نوقف هنا ماشي buy they believe هذو هما الأخطاء اللي قلت لكم تفدوهم لأن buy they believe هذي يعني ما عند هاتشي علاقة بالموضوع وجملة it doesn't make any sense يعني ما عند هاتشي معنى بتاتا نتمنى يكون هاتشي واضح هاتشي اللي اشترط ليه هنا واضح وحاجة أخرى وحاجة أخرى يعني هذي كنصيحة يعني قبل ما تخدموا شي exercise قبل ما تخدموا شي exercise خاصة للexercice اللي خارج هاتشي اللي كنعطيكم لأن هذو دا باد exercice اللي هي ماشي أنا اللي اعطيتهم ولكن ربما تخدوا من شي بلاسة اللي هو خاص هاد السيد اللي قد هاد الexercice يبدال تلميذ بالobject هنا باش ما يخرب قوش مزيلا خاصة يعني خاصة إلا كان هاد الexercice كيستهدف تلاميذ ديال ثانية باكالوريا إلا كان كيستهدف تلاميذ ديال ثانية باكالوريا راه من المهم جدا أنه يبداليهم بالobject باش تلميذ يكمل الجملة لأنه احتحنا في الامتحانات الوطنية هذه هي الطريقة اللي كنديرو قانونيا خاصة نديرو هاد طريقة التلميذ ماشي نعطيهم مثلا جملة ونقولوا ليه حول هال passive voice من عندك ضروري يكون واحد تطابق بين التمارين اللي كيخدم تلميذ في الكلاس والتمارين اللي كتعطاه في الامتحانات الوطنية وإلا غادي نكونوا تنخربقوا غادي نشوفوا هنا هاد الجملة عاوتاني في passive voice اذا اهم عندنا هو الفعل ثم كما قلت لكم بعد الفعل مباشرة راه كيجي واحد الاسم interesting discounts هاد الفعل هاد الاسم اللي كيجي من المورة الفعل مباشرة هو اللي كيتم المفعول به اذا هنا احنا راهتان بداولكم اصلا بالمفعول به اذا تلميذ كالعادة كيحتاج جوج ديال الحويج هنا غادي لاحظ الفعل غادي يشوف ان الفعل تماركين في البرزان اذا غادي يدير يا اما is يا اما are الاحساب هاد الكلمة واش في المفرد او لا في الجامع اذا لاحظ هاد الكلمة غادي لاحظ انه هنا فيها interesting discounts فيها t فيها s اذا هنا غادي يدير تلميذ are ثم الفعل راه هو offer for past participle ديالو لانه فيها العادي هو offer اذا كتب لنا التلميذ غيرها تشيره his answer is definitely correct الاجابة ديالو راه صحيحة 100% ولكن اذا بغا يدير مثلا buy هاد buy كيجي بعد منها subject اذا subject اشنا هو او الفاعل اشنا هو هو the supermarket اذا ممكن اكتب buy و اكتب subject the supermarket يعني من طرفي super market ثم يكمل جملة ديالو to new customers يعني للزبناء الجدد to new customers يعني ديال هاد passive voice وكان نصيحة مرة اخرى يعني قبل ما تخطبوا شي exercise بحال هاد راجعوا ديروا واحد الاطلالة على الدرس خاصة لما فهمتوش مزيان لانه لما فهمتوش مزيان هذا يعني غير انكم ما طليتوش على الدرس مزيان يعني اذا طليتو على الدرس مزيان راه غادي تكونوا فهمتو الفكرة مباشرة وغا تقدروا تجاوبوا على بحال هاد ال question بطريقة اللي هي سهلة بزاف متمنى يكون هات الشي واضح إلا كان هات الشي واضح كتبوا لي ولكن عندكم شي سؤال فهات شي ديروا له في لما النس اللي يمتبين في الابليكاسيون بالنسبة الفيسبوك حتى انتم إلا لا عادي جدا ان الانسان يرتكب اخطأ مزيان لان من الخطأ راه الخطأ فرصة لتعلم عادي جدا ان الانسان يرتكب خطأ إلا ارتكب الانسان الخطأ هذا يعني انه he's trying ولا she is trying يعني راه تيحاول إلا عندكم شي سؤال ممكن تكتبوا له question إلا ما عندكم شي سؤال آآ ويكا واحد يس يحيا ويفدوى شما السؤال عندك يس قد يدني تشتشا شاء الله تكون شوية بخير ساد الحمد لله ساد فقش كنك سبو بينك بينك يعني بي اي ان جي وفقش كنك سبو بينك بعفك بي دابل اي ان بين بين past participle ديال فعل ديال verb ديال verb ديال verb هذا past participle أما بين هذا جيراند 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 verb past perfect ولا future perfect هذا نستعمله في continuous tense بحال present continuous و past continuous لان اي فعل فيه ing فالاخر هو continuous tense يعني الزمن المستمر والاخر في perfect مهي past perfect future perfect ولا المهم perfect present perfect المهم perfect tense مثلا They are playing They are playing games أه هذا الجملة They are playing games وهذه الجملة They have played games الفرق بين الجملة اللولة للجملة الثانية هو انه اس window played كان في present perfect و are playing كان في present continuous لا دائما الفعالي لا في ing راتيكون في continuous tense يعني إما present continuous ولا past continuous على حساب إذا هنا يا راه غذي نبدو بgames is being وهنا يا غذي نبدو حتى هو بgames is or are is being being played ماشي is being is being played ماشي is being لا هنا راح خطأتي are 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 being are being هنالك هذي البلوغيامز have been played لأنه علاش ماشي السؤال هو علاش لأنه هنا هذي are being هو verb to be present continuous لأن حتى هنا فهمت فهمت الفكرة راهزنا ing و قبل أنه راه جاء هو need الفيال need verb to be في اسمه دياله في prison هذا هو الزمن للحاضر المستمر و حتى هنا الفيال اللي راه في الحقيقة هو play الفيال اللي راه هو play في الجملة الثانية و لكن باش يكون هذي الفيال في present perfect خاص يكون الفيال في past participle الأولا اللي هو played و قبل منه خاص يجي إما have ولا has على حساب للسيجي إذا كان في المفرد ولا في الجامع الفيال هو play و باش يكون في present perfect كان تديروا لي have ولا has على حساب للسيجي إذا كان singular ولا plural و فيه إيدي في الاخر و حتى هنا راه الفيال في الحقيقة في الجملة ديال passive voice الفيال هو be راه الفيال هو be ولكن هذي verb تبيه هو irregular verb يعني ممكنش نزيده إيدي في الاخر لأن irregular verbs كتغير في الصغة دياله هو been إذا مشيت للورقة راه تلقي been ولكن باش يكون في present perfect خاص تكون قبل منه إما have ولا has لحسب يعني لحسب لاحسب لسيجي يعني احنا أصنعوا تنقلوا التلميذ باش يضبط هاد القواعد يعني تنقلوا ليه يعني اللي كيف هم بطريقة هاد القواعد تنقل لي مثلا present continuous continue يعني باش تصرف أي sorry continuous وهناك present perfect هذا غير أزمين present perfect تنقل له مثلا باش تصرف أي في الف present continuous ره أولا خاصك تدير verb to be في in present يعني في الزمن دي الحاضر زائد verb زائد ing يعني أي فعل بغيت تصرفه في present continuous خاصك أولا تسبق verb to be في le present ثم تيجي الفعل ثم تيجي verb plus ing وهذا شنية اللي درنا هنا هذا هو verb to be في present simple ثم الفعل ره هو be ثم ازناه ing وتنقول لي مثلا باش تصرف الفعل في present perfect ضروري خاص يكون عندك يا إما has ولا have لحساب للسجل السابق ثم خاص يكون past participle دي الفعل وهذا شنية اللي كين هنا في هذا الأفعال بجوج يعني إلأخذنا مثلا هذا غادي نشوفوا أنه راه فيه has ولا have ثم في past participle وحتى هذا نفس have ولا has والفعل في past participle واضحة الفكرة نعم شكرا جيد شير واضحة شكرا لديك هل هي داك المايك لأننا بازل عندك المايك ياسمين لا شكرا لأننا نحيد لما كان ياسمين لديك المايك ما السؤال عندك لا أفعل ذلك أفعل ذلك لأنه أفعل ذلك لا لا أفعل ذلك ليس بني ها لا أفعل ذلك ها لا حسنا لديك المايكما أنا لا حسنا لديك المانا لأن هذا خطأ في شيء حاجة اللي هي بسيطة اللي مخص شتير ميدي يرتكب في هالخطأ هاتشيه لاش صرت لها قبل ما نبدأ الدرس ولكن لا بغيتي تفهم Passive Voice مزيان يعني ملا أحسن لك ترجع للفيديو اللي في المنصة ولا ترجع لللايف اللي داز رغى تلقى فيه كل شيء إذن هذه هي الفكرة